استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 2021-2022 وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي وأوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 406 مشروع وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2021-2022 تبلغ 8 مليارات جنيه بنسبة نمو تبلغ 27% عن خطة العام المالي السابق